استقبال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمطار القاهرة الدولي السيدة ميتا فردريكسن رئيسة وزراء الدنمارك في مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة والتي تأتي تزامنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين وقيمت مرسم استقبال رسمية لرئيسة وزراء الدنمارك والوفد المرافق عقب وصولها مطار القاهرة وذلك بحضور السفيرة سوها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصرين بالخارج رئيسة بعثة الشرف ومن المقرر أن يعقد مدبولي وفردريكسن جلسة مباحثات لمناقشة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات محل الاهتمام المشترك